أعزائي الطلبات والطالبات السنوية العامة السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله موحدنا مع حل الامتحان السودان في 2017 تعالوا مع بعض نشوف شكل الامتحان شكله إزاي هنعرف نجاوب عليه وإذا لا هيا استرد اختاروا هو طبعاً في ناس كثيرة هتغلط فيها هتقول stay ده معنى يمكس دفع وبعدها بقول The resident دفع وعاقل وقاح يقول هل يختاروا هو لا هنا كلمة stay ده معنى إقامة يقول The resident whose stay يعني المواطنين أو المقيمين أو النزل الناس اللي بتنزل أو الضيوف whose stay المدة إقامتهم ended انتهت هاف تنيو إت يجب عليهم أن يجددوه هنا في ملكية يقزة resident whose stay بالإجابة صح نمبر اي نمبر اي نمبر تو هنا ليك ده معنى سربة نمبر اي بالانس شيت يعني ورقة الموازنة يقول إجابة ليك هنا معنى يسرب أو يسرب معلومات نمبر ثري ten pounds space on the floor of my office please collect them هنا ضامة ten pounds اللي عشر جنيه هاك هنا الجملة باسف فين الباسف في دولة أقول where scattered يعني بوثرت أو انتشرت بوثرت فين on the floor على الأرض إجابة الصح ليه لنو عشان توقع باسف أقول where زاد بيبي تصيبتها للفعل نمبر فور the high dam of Aswan space Egypt with electricity هنا في حرف الجار with الكلمة المدامة بيجمعها with هي كلمة supplies with يعني يمد مصر supply Egypt with electricity نمبر فايف in Egypt children attend primary school بوثرت خليبها في ناس هتختار في الجملة دي ليه لنمكتوب عندك the age أول ما تشوف كلمة the age يقولك at the age لا هنا خطأ ما تنفحش at the age ليه مش هتنفع لنجابة بعدها five and eleven يعني من خمسة إلى احداشة يجب لازم أقوله between the age of five and eleven مش هتنفع لأوف ولا آت ولا أي حاجة لنجابة الصحة تبقية between نمبر سيكس my brother works in Egypt bank يعني أخي بعمل فيه بنك مصر الأوبرا ترانك ولا بارك ولا برانش ولا ليف طبع الأوبرا برانش يعني فرع الأوبرا نمبر سيكسة نمبر سيكسة شريف isn't here مش موجود طبعا خدنا ادفايس انت كتير نقولنا دايما ادفايس بياجرا object it was a great achievement for me هنا في باي بس بعد باي جاب مدة مضت في الماضي the 2012 يعني 2012 يقول لي I had written يقول لو جاب باي وراء مدة في الماضي استخدم ماضي تا I had written 3 نوفر يعني كنت كتب تلات قصص نمبر 10 storm space are people who find and follow storms اللي بيت اتبقوا الرياه دولة بنسميمه storm chaser يقول إجابة الصحة نمبر 8 نمبر 11 although my question was easy الرغم من سؤالي كان سا he refused space it طبعا refused خيدينا اي باج معها good to the mother يقول he refused to answer it رفض إجابة الإجابة اللي تبقى معروفة على الطول مش مستاهل نقول الإجابات كلها germs are space we can't see them by the naked eye جرمز دي تعتبر ايه؟ بيقول we can't see يعني لن نستطيع أن نراها بالعين المجردة جي جمالها اه وقال اقول ايه invisible يعني غير مرئية الإجابة صح نمبر C اسمه invisible it was space dark that I couldn't see my son هنا فيه dark دي الصفة وراها ذات لما تبقى قلنا كلمة واحدة على ضرب من السود من كلمة ايه؟ كلمة سو لأن السو الزات المفاصلة هي اللي بايجي بينهم يا إما صفة أو ظرف كلمة واحدة it was so dark يعني الجو كان مسلم لدرج ما قددتش أشوف my son ابني number 14 it is that space for women in that country to marry young عادة بس هنا عادة جماعية خدنا العادة الجماعية يعني ايه؟ اسمه custom اللي هو number A custom يعني عادة جماعية هذه العادة بقولك for women in that country to marry young يعني النسابة تتزوج في سن صغير 15 I was space tired to have the energy to get out of bed بيقول أنا ليس لديه إني أجي الطاقة لديه إنه أستطيع get out of bed إنه أخرج مع السري هنا في 2 يقع عاوز 2 تانية يقع too tired too يقع المتعب جدا اللي ضلجت أنا I was too tired too number 16 I space a cup of coffee in the morning when I get up when I get up هنا الجملة برزن سيمبل مدارة بسيط بقى لازم استخدام معها مدارة بسيط في المدارة بسيط اللي هو number A I always have أنا دائما بتناول a cup of coffee in the morning when I get up عندما أستيقظ 17 The weather space says that there will be a sandstorm tomorrow هنا طبعا اللي بيقول الكلام ده اللي هو النشرة الجوية النشرة الجوية النشرة الجوية بنسميه The weather forecast forecast اللي هي number D اسمه النشرة الجوية على بعض 18 We need people who are enthusiastic space their work إحنا ما تحتاجين الناس يكون متحمسين كلمة enthusiastic خدنا خرف الجرد داما معاها اللي هي about enthusiastic about their work 19 The space form in sight and also and is used in jewelry إيه اللي بيستخدم in jewelry طبعا اللي هو كلمة bear bear اللؤلؤة يعني اللؤلؤة دان بيستغرج forms inside وبيتكون داخل اللي هو الجنبري أو الماد الزيكري وبناخدها ونستخدمها in jewelry في المجوهرات Number 20 Most companies need highly space stuff الشركات دائما بتحتاج إلى عاوزين نقول الناس ايه مؤهلة تاهيل عالي اسمه highly qualified هنا الصفة مع الاشخاص طبعا خيرها ايدي highly qualified stuff يعني موظفين نزو كفاء عالي Number 21 A space student is over 25 years old اللي عمره أكبر من 25 سنة ده بسميه mature كلمة mature يعني إنسان ناضج mature student وغطالف ناضج 22 children space parentis smoke are likely to start smoking themselves برضو هنا في كلمتين وعاوز بينهم لوعدات الرب نستخدم whose children whose parentis يعني على الأطفال اللي والديهم بيدخنوا whose parentis smoke ما هم دو are likely to start smoking من المحتمل إنهم يبدو التدخين بأنفسهم يجينا استخدم هوس ليه للملكيه 23 23 employees look forward to a space to move to a better position at work employees طبعا هما الموظفين دم بيحتاجوا إلى ترقية كلمة ترقية اسمه ايه هنا برو موشن يعني ترقية إجابة صح نمبر سي 24 tomorrow from 6 to 8 يقول لي غدا from 6 to 8 يعني من ساعة 6 للساعة تعملية حكون ايه حيقول I will be sitting حكون جالس I will be sitting in the cafe يقول إجابة صح will be sitting نمبر سي 25 25 my grandfather distributed هنا distributed معنى وزع his space among his hair hair هنا معنى الورثة يقبا يوزعيه حيث اسمه position النمبر إيل ممتلكات اسمه 26 my roommate space me to prepare the dinner last night roommate روم طبعا معروفة roommate يعني زميلي اللي بيكون معايا في الحجرة طبعا لما يكون في الكلية أو في أي مكان أو في فندق أحيانا بيبقى اثنين مشتركين في الحجرة واحدة ده بسميه roommate هو خلاني عليا أنا العشاء يقب هنا ايه الفعل اللي بيستخدم معا to زاد المصدر لما got got me to prepare يعني خلاني أجهز got me عشان to زاد المصدر 27 the young soldier space in the hot sun يعني في الشمس السخنة ايه حصل له يقب يقول عليه fainted number b fainted المعنى أغمى عليه the young soldier fainted in the hot sun 28 almost space player in the team was rewarded by the coach كل اللي لاعب في الفريق ده كوه فيه بواسطة المدرمي تاهم يقب يقول every player يعني كل واحد every player تمام and cool on the wire هنا عاوز فعلة عامة اقول remove the cake from the oven remove يعني استخري ضل the cake from the oven اخر جملة ماهر can't have insulted you ماهر ده مش ممكن can't have insulted you شتما ليه he has always been لأنه هذا إنسان ماهر he has always been such polite هنا ساتش اجيبوا رابنا صفة فقط number two read the following passage then answer the questions قد بتتكلم عنه the earliest man the earliest man the earliest man هو الإنسان البداي يعني من قديم الزمان the earliest man was not so much in need of money يعني ما كانش في حاجة كبيرة إلى money as we are nowadays زي ماحنا دلوقتي في الايام دي he was satisfied with satisfied يعني كان مقتنع بي أو راضي بي simple forms of shelter أهم حاجة عنده shelter اللي هو المأوى he made his rough tools بيعمل أدواته rough تمام الخشنة وقاسدين and weapons هو الأسلحة from the materials that were available around him من المواد الخام اللي هي متوفرة حواليه he obtained food from natural materials he obtained يعني كان بيحصل على food from natural materials من المواد الطبيعية in his surrounding في البيئة in fact it was a simple life in which the more you collected of the things around the more you felt safe يعني دائما بيقول the more يعني كلما you collected of things بتجمع من الأشياء اللي انت حواليه دا the more you felt safe كلما حصلت بي الأمان and secure in your life الأمن والأمان the meaning of happiness itself يعني معنى السعادة نفسها was simpler than today كانت معنى بسيط happiness meant being away from danger الزمان كان عندهم السعادة هو ان انسان يكون بعيد من danger and damage من الخطر والضرر والتلف that nature could cause اللي ممكن تسببه الطبيعة the human was really least knowledgeable لان انسان كان least knowledgeable يعني أقل دراية أو أقل معرفة about the world yet he was more satisfied with it ورغم ذلك كان مقتنع به the evaluation of civilization evaluation معنى التطور عمرية الحضارة lead to the increase of human needs added إلى زيادة المتطلبات الإنسان and the complexity و تعقيدات of his lifestyle as man became more civilized كلما أصبح متحضر he began to want better children أصبح أنه عاوز مأوى أفضل better children more advanced tools عاوز أدوات متقدمة and weapons and comfortable life as a result man had to turn to skilled people عشان كده الإنسان تحول إلى أو تجه إلى the skilled people الناس المهرة thus began the question of payment بدون تعيس تعين بناس مهرة دون ناس متحريفة أبدا يحتاج إلى payment إن يتفعلون فلوس at first he got what he wanted by a simple processes of exchange value في الأول كنت عملية تبادل exchange value came on the market بيكون في الأسواق exchange became too complicated بس عملية التبادل دي أصبحت معقدة to be such factory بحيث أصبحت غير مرضية للناس كلها thus the difficulties of exchange عشان كده بيكون الصعوبات التبادل دي led by degree to the invention of money أدت إلى التطور بالتدريب إلى ظهور أو اختبتكار money الأموال at first man used shells 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 اللي هما سميه صدف البحر then big flat stones باكر بده تستخدم big flat stones يعني الصخور مسطحة كبيرة and later pieces of material bearing value according to the reality of the meter وباكر بده يستخدموا pieces of meter أجزاء من المعدة بتحمل القيمة متعته and the size of the piece thus money as we know it came into being وبالتالي ظهرت الأموال في الوجود this money really facilitate dealing in modern societies فايدتها أنه facilitated يعني سهلت عن التعامل في المجتمعات الحديثة yet it has become clear that greed for it will turn life into a forest ولكن greed greed اللي هو الطمع فيها أدى أو حول حيحول الحياة into a forest إلى غابة in which the strongest and the most violent will win اللي فيها القوي والعنيف أو شخص الشرز هو اللي هيكسر ده بالنسبة للقضاء أول سؤال بيقول لي what is expected for money to do in the future شوف السؤال الأول جابه على آخر جزء في القضاء what is expected المتوقع من الأموال in the future هتكون ايه احنا زي ما قولنا فاخد جملة انه هتوقع فيه غابة الناس هتبتدي تتصارع ليقى الإجابة الصحة وليه it will be a cause of conflict يعني هي هتوقع مصدر أو سبب لconflict الصراع number two how did the early man feel safer ازاي إنسان البداي كان يشعر بالأمن طبعا الإجابة كانت by collecting more material كل ما يجمع على المواد الخامة كتيرة هيشعر بالأمن number three what increases human needs ايه اللي أدى إلى زيادة احتياجات الإنسان طبعا the evaluation of civilization قلنا اللي هو تطور الحضارة number four the underlined word obtain كلمة obtain قلنا اللي حصل على حسوية ايه هنا أقرب كلمة لها got حصل first man use اول حاجة يستخدم الإنسان to pay for the goods استخدمي قلنا حاجة ما شيلز اللي هو صدف البحر what does the world eat refer to قلنا بكلمة ات في نهاية البرقاف الأول satisfied with aid كان راضي بذلك ايه هو ده عبارة عن ايه the world العالم number seven what was the definition of happiness in the old time ما هو تعريف السعادة زي ما قلنا مكتوب عندك في البرقاف number one happiness meant كان يقصد بها being away from danger and the damage that nature could cause ده كان تعريف happiness number eight when did man's need for money arise امتى نشأت او نشبت حاجة الإنسان للأموال طبعا نتيجة ايه يقولنا as evaluation of civilization مع بداية الحضارة مع تطور الحضارة بدل الإنسان يحتاج إلى money how did man pay for what he got in the early stage ايه الشيء اللي كان يتعامل بها قلنا في كذا حاجة او حاجة shells then big flat stones and later pieces of meter bearing value according to the reality of the meter and the size of the beast ده الإجابة أخر سؤال why did man have to turn to skilled people للإنسان تطور أو حاول تحول إلى skilled people لجأ إلى الناس المهرة طبعا عشان يعيش نقولنا as man became civilization he began to want better shelter لأنه كان محتاج better shelter more advanced tools and weapons and comfortable life finish the following dialogue تعال شو مع بعض المحادثة إن في ناس كتيرة طبعا بتلاقي سعوبة في حل المحادث محادثة بسيطة وسهلة a manager is angry with his secretary هنا manager يعني مدير كان غطبان من angry with his secretary manager بيبدأ يسأل secretary secretary بيقوله I haven't typed the report yet sir I haven't typed يعني أنا ما طبحتش أو ما كتبتش الريبورت ده yet حتى الآن يقول السؤال حبقوا يسؤال بسيط have you typed the report have you typed the report يعني هل أنت كتبت الريبورت التقرير ده يقوله I haven't typed the report yet أوكي أوه that's very bad حيقوله جملة ثاني يقوله but you were supposed to do it yesterday but you were supposed يعني كان من المفترض أن تعمله يسترده يقول السكرتر في الأول يقوله إيه دما يقوله أنا ما عملتوش حتى الآن يقوله إيه I will type the report now I will type أنا حكتبه إمتى now دلوقتي I will type عشان كده بيرد يعني بيقوله you were supposed كان من المفترض to do it yesterday بالأمس وإذا خدت بارك بعد كلمة يسترده فيه كومة بدونت فيه كومة يبقى عاوز حاش من السؤال مزير هنا you were يبقى تجملة مصبتة يبقى تجيبها من فيه أقول weren't you يعني أليس كذلك أكي انت في نمر ثري weren't you يبقى yes sir you are right but unfortunately يعني السؤال حظ يبقى هنا أجيب أي سبب أي مبرر يطلع منه السكرتير يبقى مثلا يقوله unfortunately I was very busy أنا كنت مشغول جدا I was very busy أو I forgot you must type it now you must لازم تكتب دراكت you must type it now وحيسأل السؤال يقوله I will begin at once يبقى يقوله when will you begin ام تحتى أبدأ when will you begin يقوله I will begin at once I will begin it at once manager حيسأل السؤال it will take about 15 minutes يعني حيستغرق about 15 minutes يقول السؤال حيبقى إيه how long المدة how long will it take كام حيستغرق it will take about 15 minutes قل do it quickly please تاك كان بنسبة لمحادثة محادثة بسيطة وسهلة نشوف آخر حاجة الترجمة translate into Arabic number one over years over years يعني عبر السنين أو على مرور السنوات the Egyptian woman has proved that the Egyptian woman المرأة المصرية has proved as better that she has the ability to share the man she has the ability that she has the ability to share the man with his responsibility his responsibility side by side and jump إلى جنب يقول مع مرور الوقت أو على عبر السنين فإن المرأة المصرية أثبتت أنها لديها القدرة على المشاركة مع الرجل في مسؤوليته جنبا إلى جنب number two in the past في الماضي the woman fought beside the man إن المرأة كانت وتحارب بجوار زمان الرجل in the battle of independence in the battle of independence يعني في معركة الاستقلال but today in the battle of building أما الآن أما الآن أو اليوم فإنها تقاتل في معركة building البناء and reconstruction والتعمير أو إعادة التعمير ده بالنسبة للترجمة from English into Arabic number two هيجيب لي جملتين from Arabic into English نحاول نترجم واحدة منه لو خدنا الجملة الأولى لوسائل الإعلام دور فعال في تكوين الرأي العام لمختلف طبقات المجتمع وسائل الإعلام يسميها mass media mass media دين اسم جام وليس له مفرد يقول mass media have an effective rule هنا بجيب الصيف الأول have an effective rule in forming تكوين أو تشكيل forming the public opinion يجب الصيف الأول the public opinion يعني الرأي العام for different classes of societies the different classes يعني مختلف طبقات أو طبقات مختلفة of society للمجتمع الجملة الثانية أبسط وسهلة يجب أن نحترم آراء الآخرين خلاص مختلفة يجب أن نحترم أبسط 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 عدد أو يعمل فتخط مختلفة بكده يكون خلصنا امتحان سودان 2017 اتمنى يكون الحل وصل ان شاء الله والناس المشتركة معنا يريد تعمل اشتراك عشان يوصل لها باقي الامتحانات اشكركم والى اللقاء اشتركوا في القناة